طبعاً أليجري مدير فني كبير جداً جداً في التصرحات داية هو خلاص هو بيقول إن إحنا صعب جداً إن إحنا نحصل على الدوري لكن في نفس الوقت خلي بالك في الغرف المغلقة بيكون الكلام مختلف تماماً بيشير بعض الضغوط عن اللعيبة وكمان بيأهل الجماهير إن إحنا السنة دي مش هنفوز بطولة الدوري ولكن قرط القدم لا تعرف المستحيل أي نعم طبعاً مستوى الميلاً مستوى الإنتر كمان نابولي مستوى أكتر من رائع ده كل دوت بيصعب الأمور طبعاً على اليوفينتوس اللي فقد نقاط كثيرة جداً جداً في المرحلة الأولى أو في الدوري الأول بيصعب الأمور على أليجري وكتبته للفوز بالدوري الإيطالي طيب خلينا نروح لألمانيا عن طريق طبعاً النجم الكبير والحارس المرمى الرائع منويل نوير طبعاً حارس مرمى باير ميونيخ حيكون جاهز للمشاركة مع فريقه أمام سالسبورج النمساوي طبعاً في إياب دور الستاشر بدوري أبطال أوروبا بكرة إن شاء الله المباراة حتكون موجودة أو حيشارك فيها بشكل أساسي حضراتكم عارفين أنه هو يمكن تم الشفاء من الإصابة ويشارك نوير طبعاً نوير 35 سنة ولكن ما زال من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم شارك مبارح في مراني الفري الأخير ويظهر أنه جاهز خلال الخمستاشر دي اللي يمكن تمرن فيها ظهر أنه هو يعني بمستوى أكتر من رائع ويستطيع المشاركة بكرة في دوري أبطال أوروبا حضراتكم عارفين أنه طبعاً قائد البايرن والمنتخب الألماني كان عمل جراحة في رجبته يعني لمين من أربع أسابيع بس لكن فترة التعافي يعني اشتغل بشكل أكتر من رائع وقدر يكون بعد أربع أسابيع فقط جاهز لمباراة كبيرة بكرة في دوري أبطال أوروبا نوير أكيد ما لعبش المباراة اللي فاتت المباراة اللي فاتت البايرن اتعادل واحد واحد مع ليفر كوزين في الدوري الألماني لكن هيكون أكيد في مباراة الغد هيكون متواجد وزي ما بقول لحضراتكم نوير 35 سنة ولكن يبقى على مستوى عالي جداً جداً من الكفاءة الفنية والكفاءة البدنية هنانديس كمان هيكون متاح للمشاركة مرة أخرى بعد طبعاً كان عنده إقاف في الدوري الألماني لكن هيستمر غياب طبعاً جورستكا وديفز الفونسو ديفز طبعاً بسبب الإصابة أخبار والصحف العالمية قالت إيه على الدوريات الأوروبية هتكون معنا